اشتركوا في القناة المشترك والمساعي التي تبذلها لمواصلة تحقيق إنجازات التعاون الخليجي في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية تحقيقا للتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله وبما يلبي تطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتكامل الخليجي كما جرى خلال الاجتماع متابعة نتائج اجتماعات اللجان الوزارية المختصة التي عقدت خلال الدورة الحالية لمجلس التعاون والموضوعات التي اتدارستها إضافة إلى استعراض عدد من المبادرات التي تعمل الأمانة العامة على تنفيذها لتعزيز علاقات مجلس التعاون مع الدول والتكتلات الدولية من خلال الحوارات والشراكات الاستراتيجية بما يخدم مسيرة التعاون الخليجي والمصالح الحيوية لدول المجلس وتم التأكيد خلال الاجتماع على الأهمية التي تليها الدول الأعضاء في مجلس التعاون لتعزيز التعاون المشترك نظرا لتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وطبيعة الظروف التي تعيشها دول مجلس التعاون في ظل تداعيات جائحة كورونا كوفيد-19 وضرورة العمل على تعزيز التضامن والتكاتف الخليجي لمواجهة مختلف التحديات السياسية والأمنية وتحقيق تطلعات مواطني دول الأعضاء